متابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هنستعرض مع بعض أنواع طقم الأسنان الكامل أو تركيبات الأسنان الكاملة بأنواعها المختلفة وخماتها المختلفة بالصور التوجيحية أول نوع طقم أسنان هنتكلم عنه طبعاً هو طقم الأسنان الأكريلي كريزن التقليدي العادي الاقتصادي اللي معظم الناس بتبقى مركباء وهو بيبقى مصنوع من مادة الأكريلي كريزن بتبقى معمول منها قعدة الطقم اللي بيبقى لونها بينك أو لون اللثة وبيبقى مرصوص عليها أسنان من نفس نوع الطقم أو من الأكريلي كريزن طبعاً طقم الأسنان دوت عملي جداً واقتصادي لأنه لو وسع بيقبل الطبتين بسهولة جداً ممكن نروح للطبيب نقول له عايزين نعمل بطانة أو ري لائنينج للطقم وبيحط طبقة البطانة والطقم بيديء طبعاً لو اتكسر مفيش مشكلة برضو بيتصلح بيقبل الإصلاح بسهولة جداً وبيرجع زي الأول مفيش مشكلة وممكن ندعمه أو نقويه بشبكات معدنية خاصة في الطقم العلوي وممكن برضو للناس اللي بتحب الشكل الجمالي ممكن يتعمل بقعدة فيها درجة شفافية عالية أو شفافة بالكامل بتشف لون اللثاء الطبيعية وفي ناس بتعملها البينك العادية القعدة البينك العادية وبتزود لها رتوش بسيطة أو صبغات بسيطة بتديني شكل الأوعية الدموية أو الشعيرات الدموية الخفيفة اللي بتكون موجودة فيه اللثاء وده بيديني شكل جمالي أعلى تاني نوع هنتكلم عنه هو طقم الأسنان المعدني أو بيسمى الفيتاليوم أو الكوبالتكروم دانشر ده طقم أسنان طبعاً بيعد فترة أطول أو عمره الافتراضي أطول لأنه طبعاً ذات قعدة معدنية من الكوبالتكروم اللوي أو سبيكة الكوبالتكروم وده بيديله متانة وصلابة وقوة ممكن يعيش سنين طويلة مع الاهتمام به كمان هو هايجينيك أكتر يعني بيبقى نضيف أكتر مع الاهتمام بالنظافة المادة بتاعته أو المعدن بتاعه ما بيراكمش البكتيريا ويعمل رائحة فم كريهة قوي زي طقم الأسنان الأكريلي كريزن لو أنا اهتميت به تالت طقم هنتكلم عنه هو طقم الأسنان الفلكسبل دانشر أو طقم الأسنان المطاطي المارن أو الفلكس دانشر أو الفال بلاست كل دي مسميات لطقم الأسنان المطاطي المارن طبعا من اسمه باين إنه هو في درجة مرونة أو درجة مطاطية لأن الأكريلي كريزن بتاعه بيبقى دخله نسبة نيلون للأكريلي كريزن وده بيديله مرونة ودرجة مطاطية طيب ده هيديني إيه استفادة؟ هيديني طبعا إنه بيكون حنين أكتر على اللثة وحنين على العضن ما بيسببش تآكل شديد في عظام الفك بيقللي زهور القرح شوية الإلتهابات المريض بيتقبله أسرع وبيتعود عليه أسرع وبيرتاح فيه أكتر ولكن زي ما كل حاجة لها مميزات تأمل أسنان الفلكسبل لعيوب ومن ضمن عيوبه طبعا إنه هو لا يقبل الري لاينج أو لا يقبل البطانة لو هو من النوع التقليدي العادي يعني لو وسع بيبقى البطانة فيه صعب أو إني أدياءه صعب ولو اتكسر بيبقى إصلاحه صعب رغم إنه هو يعني مش هنقدر نقول ضد الكسر ولكن نسبة المرونة اللي فيه بتخليه طبعا أقل عرضة للكسور طبعا فيه عيب تاني إنه هو مع الوقت للأسف بيفقد مرونته وبيفقد المططية أو درجة المططية اللي فيه كمان طقم الأسنان المطاطي للأسف بيلقط الصبغات وبيلقط روائح الفم فشوية بعد فترة نلاقي لونه اتغير ورحته اتغيرت خاصة لو أنا مش مهتم بالنظافة لأن مادة النيلون اللي فيه أو جزء المرن اللي فيه دوت للأسف بيلطقط الصبغات والروائح من الفم خامس نوع هنتكلم عنه هو طقم الأسنان الديورة فليكس وطبعا من اسمه باين كلمة ديورة يعني بيعيش أكتر أو ديورة بالأكتر وكلمة فليكس يعني مطاطي مرن يعني هو نوع من طقم الأسنان المطاطي المرن المتطور اللي بيتغلب على كل مشاكل طقم الأسنان المطاطي المرن التقليدي اللي احنا قلناها يعني هيديني مميزات وفي نفس الوقت هيتغلب على العيوب المميزات إنه هو مرن وإحنا على اللثة وإحنا على العظم وفي نفس الوقت نقدر نعمله طبطين ونقدر نصلحه لو اتكسر وبيعيش فترات أطول من طقم الأسنان المطاطي المرن التقليدي عندنا برضو طقم متطور حديث يسمى نفورة الشباب أو طقم أسنان نفورة الشباب أو الفاونتن أو فيوث دانشر ده طقم أسنان زي ما بيهتم بالوظيفة بتاعة الطقم إنه هو الشخص ده يقدر يمارس بيه حياته الطبيعية ويقدر يمضغ بيه وياكل بيه كمان بيهتم جدا من الناحية الجمالية عشان كده سموه نفورة الشباب إنه هو بيزيل تجعيد الوش وبيرفع الشفايف وبيرفع الخد يعني بيهتم بالتفاصيل البسيطة جدا اللي بيها نوصل لأعلى درجات الجمال أو الشكل الجمالي للوجه مع الطقم ده كمان في أطقم الأسنان المصممة بالكمبيوتر طقم أسنان تقريبا بالكامل مصمم بالكمبيوتر حتى المقاسات بتاعته بتتاخد بإنترا أورال كاميرا مش بالمقاسات التقليدية والعجين اللي احنا بنعمله ولكن بتبقى بإنترا أورال كاميرا وبتوصل على المعمل المعمل يبتدي يصمم طقم الأسنان والأسنان بالكمبيوتر كمان عندنا طقم الأسنان بيسمى طقم الأسنان الزركونيام أو الزركون دانشر ده بيبقى الأسنان بتاعته معمولة من الزركونيام أسنان الزيركونيام طبعاً بيبقى لها شكل جمالي حلو جداً غير طبعاً القوة والديورابل بتعيش مع المريض فترات طويلة يعني أنا شخصياً بفضل الزيركونيام في الأسنان لأن طبعاً الأسنان في منها أنواع أنواع الأكريلي كريزن والزيركونيام والبورسلين أنا شخصياً بفضل خامة الأسنان أو نوع الأسنان يكون من الزيركونيام كمان في طقم الأسنان ذات الأسنان البورسلين وأنا ما بفضلش تماماً طقم الأسنان ذات الأسنان البورسلين خاصةً مع الناس اللي بتجز على الأسنان مع الناس اللي عندها تآكل شديد في عظام الفك ما بفضلش تماماً طقم الأسنان ذات الأسنان البورسلين بعد كده عندنا أطقم الأسنان اللي بتسمى الأوفردنشر يعني طقم أسنان محمل على حاجة طب يا ترى محمل على إيه؟ إما يكون محمل على بقايا أسنين يعني لو المريض ده عنده سنة أو اتنين أو تلاتة أقدر أعمل لهم علاج عصب وأبرضهم وأحط عليهم زي كاب أو كافر والكافر ده طالع منه زي كورة والطقم في قاعدة الطقم فيه زي حفرة ده بشرح مبسط خالص بحيث أن الطقم لما يدخل فيه الفم الكورة والبول أنت سوكت ده يدخلوا في بعض أو يعشقوا في بعض وده بيديني درجة ثبات عالية جدا لطقم الأسنين فأنا بنصح أي شخص لو عنده سنتين تلاتة متبقيين ما يتصرعش وهو يخلعهم على أساس أنه ممكن نحمل عليهم طقم أسنين ويديني درجة ثبات عالية طيب لو مش أحمله على بقايا أسنين ممكن أحمله على زراعات أو غرسات للأسنين غرسات أو زراعات للأسنين في منها كذا تكنيك أني أثبت بيها طقم الأسنين إما بالبول أنت سوكت بنفس طريقة بقايا الأسنين إني بحط على الزرع عادية كرة وقعدة الطقم فيها زي حفرة فالحفرة تمسك في الكرة أو تعشق في الكرة زي المفصل أو البول أنت سوكت وده بيديني ثبات عالي إما عن طريق الماجنت أو ما يسمى بطقم الأسنين المغناطيس طبعاً كلنا عارفين أن المغناطيس بيبقى قطبين بنحط قطب فوق الزرع والقطب الثاني فيه قاعدة الطقم بحيث لما الطقم ينزل على الزرع اللي مغروسة فيه الفك الطقم يمسك بالمغناطيس وده بيديني درجة ثبات عالية وفيه طبعاً وسائل تانية كتير إني أثبت طقم الأسنان في الزرعة غير البول أنت سوكت وغير المغناطيس هكلمكم عنها في حلقات منفصلة آخر نوع هكلمكم عنه النهاردة هو طقم الأسنان الثابت الدائم يعني إيه؟ يعني هو طقم أسنان ولكن هنثبته في الفك على زرعات وهنثبته من فوق بمسامير بحيث المريض يقدر يمارس بيه حياته الطبيعية كأنها أسنانه وهو يعتبر ثابت دائم في الفم يعني مش بيتشال بعد الوجبات ولا بيتشال قبل النوم يقدر ينام بيه ويعيش بيه حياته الطبيعية وطبيب الأسنان بس هو اللي يقدر يشيل النوعية ديت من قطقم الأسنان طقم الأسنان دوت ممكن نحمله على 8 زرعات على 10 زرعات ودلوقتي ممكن نختصر عدد الزرعات لأربع زرعات فقط وده بيسمى الأول أنفور دانشر يعني طقم الأسنان المحمل على أربع زرعات فقط طقم أسنان كامل بيتحمل على الأربع زرعات ديت بتبقى بزوايا معينة علشان تعوض إن إحنا قللنا عدد الزرعات أنا اتكلمت في حلقات منفصلة عن طقم الأسنان الأول أنفور أو الكل على أربع دي تقريبا كانت معظم أنواع طقم الأسنان الكامل المتحرك لو في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية ده في مجال تخصصي مجسير التركيبات المتحركة ورعاية كبار السن لو في حد عنده أي استشارة بجاوب على كل الأسئلة والاستفسرات الطبية ما تنسوش الإعجاب واللايك للفيديو ومشاركته مع الآخرين اشترككم في القناة هيشرفني مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما يوم سعيد واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله